تختتم اليوم فعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي استضافته المحكمة الدستورية العليا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في الاجتماعي أربعون دولة أفريقية يمثلها واحد وفعثون رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا لمناقشة القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين دول الأفريقية بهدف تعزيز تعاون القضائي والقانوني والدستوري بين الدول الإفريقية برعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإذ كان هذا الاجتماع ينعقد في ظرف تاريخي شديد الحساسية وقد اندلعت الحرب بين دولتين في قارة أوروبا وإدراكا لخطورة آثار هذه الحرب على الاقتصاديات الإفريقية وما ترتبه من تبعات سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغزائية وأسعار النفط الخام فإن ذلك مما ينعكس سلبا على اقتصاديات العالم أجمع وينزر بالدخول إلى مرحلة الكساد العالمي الكبير وإزاء هذه التداعيات المختلفة كانت الحاجة الماسة إلى التنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية التي فرضت تداعياتها علينا جميعا بأسوأ الآثار السلبية وبعد استعراضنا للتحديات العالمية المستجدة التي تواجهها الأنظمة القضائية عبر إفريقيا وتأكيدا على أهمية الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات العامة وإصرارا على التمسك بمبادئ المهنية ونزاهة الأحكام القضائية في أي نظام قضائي أخزا في الاعتبار بالجوانب المختلفة للتسبيب القضائي والأساس المنطقي وراء المستويات المختلفة لشفافية الأداء القضائي وإقرارا منا على أن أنظمة العدالة الفاعلة محل السقة في بلادنا والتي تفسر القانون وتطبقه بحيادية واحترافية وبلا تأخير هي ضرورة لحماية حقوق مواطنيها وحسن إدارة مجتمعاتنا وانطلاقا من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية نحن قضاء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية كان اجتماعنا هذا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية وإيمانا مننا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا شعوبنا وأنه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته هي الدعامة الدستورية التي ترسخ له وتوطد أركانه فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى واستنادا إلى حقيقة مؤداها أن الهجرة باتت ظاهرة طبيعية في شتى دول العالم لاعتبارات مختلفة وأن الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم أجمع قد زادت من نتاق هذه الهجرات وعمقت ظاهرة اللجوء لأسباب سياسية واقتصادية وإيمانا مننا أن السلام الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا تحددت المراكز القانونية والدستورية للمهاجرين والأجانب واللاجئين أيضا وإدراكا مننا لأهمية التنمية المتطلع إليها التي لا تقوم إلا على استقرار السلم والأمن الدوليين بين جميع دول العالم وهو الأمر الذي طرح موضوع الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وتسليما مننا بأن تنمية الشعوب الإفريقية قوامه احترام القصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية والعمل على الاستقرار الاجتماعي في سائر دولها ومن ثم كان اجتماعنا لبحث دور الرقابة الدستورية في رسم الحدود الفاصلة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل مجتمع من مجتمعاتنا والانفتاح على القيم الثقافية العالمية بما لا يتعارض مع الخصوصية الثقافية لكل دولة إفريقية على حدة وإقرارا مننا أيضا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حرقاتها لا تكتمل حرقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكيدا مننا أيضا على أن التدريب في مجال العلوم الدستورية أحد أهم تحديات العمل في المجال الدستوري بما يطرح علينا البحث في أنجع الوسائل التي تضمن دوام التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء لذلك قررنا أولا تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاء في سائر الأنظمة الدستورية ثانيا تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء ثالثا العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر رابعا التأكيد على حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة خامسا الدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاز الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين سادسا تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة سابعا تسمين مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقات السنائية لإقرار المزيد من حقوق اللاجئين والمهاجرين ثامنا دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استقلال الثروات الطبيعية المشتركة تاسعا الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور عاشرا تبني مفهوم العدالة البيئية في البلدان الإفريقية ودعم القضاء الأفارقة في تنفيذه حماية للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن حادي عشر اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية وإقرار حق كل مجتمع في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية ثاني عشر التسليم باحترام المجتمعات الإفريقية لحق كل مكون في الاعتراف بلغته وكفالة تمسيله الاجتماعي المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية ثالث عشر الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للصروة رابع عشر التأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي خامس عشر الإشادة بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة من شغل الوظائف العامة وولاية القضاء سادس عشر نعم إنشاء إنشاء مركز إفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا سابع عشر تسمين І لقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب في العلوم الدستورية والقانونية ثامن عشر تنظيم دورات تدريبية متخصصة في العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا تاسع عشر تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية وبين نظرائها في العالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ولجنة فينيسيا والتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البناء بينها وختاماً نؤكد على تصميمنا على تفعيل كافة المقررات التي تبنتها سائر اجتماعاتنا الخمسة السابقة وذلك بتكليف أمانة اجتماع القاهرة للعام 2022 ببدء المشاورات مع جميع الجهات المعنية لتحديد الموعيد المحتملة للعقد اجتماع القاهرة السابع في صورته الحالية أو تطويره على أي نحو يسهم في تنفيذ توصيات هذا الاجتماع وشكراً لحضراتكم جميعاً فقد انتهى فعاليات الاجتماع